السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد ولكن بنكهة مختلفة تماما وبقالب حديث ومدير ومجاني بكافة محتوياته المعلوم بالتطور ليصار بالذكاء الصناعي والرؤية الجديدة لعرض المحتويات والمكونات في صناعة المحتوى بالعموم سواء كنا في برنامج باوربوينت والعروض التقديمية أو كانت حتى عمصات سوشال ميديا حتى بالفيديوهات فكان في عنا صرعة بالتحول الجديد بطريقة العرض الجديدة فلذلك فكرت خلال الفترة السابقة أن يقدم لكم مشروع يخدم أي مجال سواء كان تعليمي للأطفال للدروس التفاعلية للمحاضرات التدريبية مشاريع التخرج وحلقات البحث للتدريبات بروفيلات الشركات أي محتوى أن تشغال عليه هذا القالب حتما يناسب مجالك لأنه يمكن تخصيصه على أي شيء عدى عن ذلك هذا القالب أساسا مستوحى من فكرة التطبيقات الحديثة اللي أساسا نحن نشوف فيها شتى أنواع المحتوى فالتطبيق والأزرائل والستيلات والهوية البصرية تكون واحدة أما المحتوى هو المتغير ففكرة المشروع اليوم هي قائمة على التطور والحداثة والمزايا الجديدة أساسا في صناعة المحتوى ومشاهدة التطبيقات بشتى أنواع وأيضا تخصيص المحتوى بما يتناسب قبل ما نبدأ يا أصدقائي طبعا بشرح كيفية التعامل مع هذا القالب وأنا أتمنى تبقوا إلى آخر لحظة بهذا الفيديو حتى تعرفوا أساسا كيفية التعديل على هذا القالب طيب سبق وأطلقنا دبلوم باوربويد من الصفر حتى تصميم مشاريع الاحترافية ومع قدوم العام الدراسي الجديد قدمنا خصم بما يقارب 42% من قيمة هذا دبلوم أيضا هذا دبلوم مرفق معه أكثر من 15 ألف قالب والألافات من مواد التصميم من أيقونات وصوريات وصور SVG وثبات لونية وخطوط وغيرها فقط هذا دبلوم بـ 20 دولار الآن متاح من خلال كوبون الخصم الموجود بوصف هذا الفيديو بإمكانكم الحصول على دبلوم بعد ما تنسخوا كود الخصم الموجود بأسفل هذا الفيديو أيضا يا أصدقائي ولو توجهنا إلى قسم المتجر أو متجر الملفات والتصاميم في موقع عالمكم فرح نشوف العديد من هذه الملفات منها المدفوعة ومنها المجانية والمدفوعة بأسعار جد رمزية ومزودة بنظام النقاط فحتى نقدر نشتري من هذه القوارب بنحملة لازم نحجز أحد الباقات الثلاثة من باقات النقاط الموجودة في متجر عالمكم أو موقع عالمكم بإمكاننا توجه إلى مفتاح شراء النقاط وبتظهر معنا الباقات الثلاثة الشايفين نعمنا خمسين نقطة ومئة نقطة ومئتين نقطة طبعا وفي خصومات موجودة على كل باقة أنت بتقوم بترقيتها أو بتقوم بشراءها طبعا لعنا بالأسفل العديد من الأسئلة اللي بترشدنا وبتعلمنا تمام كيفية التعامل مع باقات النقاط وكيفية الوصول لأله وأساسا في عندي نظام مكافآت جميل جدا بعد منصف نقاط معينة ترجيكم نقاط مجانية فالأسئلة كلها أرشادية بتعلمكم كيفية التعامل مع نظام النقاط بشكل كامل ولو ترجعنا لقسم الدورات أساسا رح نشوف سلسلة من الدورات الجديدة غير دبلوم الباوربوينت اللي أشرت لأله ورح يكون في عنا قريبا دبلوم تصميم المشاريع احترافية في برنامج باوربوينت ودبلوم الإكسل وأيضا عننا دبلوم متكامل دبلوم محترف أدوبي معتمد في التصميم المرئي على برنامجي الإلستريتور وبرنامج الفوتوشوب على العموم خلنا نرجع إلى هديتنا المقدمة لحضراتكم اليوم هذه الهدية اللي هو موضوع القالب وأيضا قبل ما نتكلم بمزايا هذا المشروع رح أستعرض أهم وأجمل خمسة أفكار للمشاريع سبق وقدمتكم إيها على موقع عالميكم أيضا روابطها رح تكون متاحة بوصف هذا الفيديو ومثل ما نشايفين الآن على الشاشة أجمل خمسة مشاريع طبعا أنا لما أقول أنها جميلة هي من خلال المتابعات والتفاعلات والمشاهدات تمام وكثرة الطلب عليها تمام فأنا رجعت ذكرت بأهم خمسة مشاريع تم عرضهم على قناة عالمكم الآن خلنا نبدأ باستعراض المحتوى طبعا مثل ما تكلمت أن هذا القالب هو رح يتم تخصيصهم حسب المادة العلمية أنت الشغال عليها سواء كانت للأطفال سواء كانت للكبار بالتدريس يعني أو التعليم الإلكتروني سواء كان محاضرات أو مشروع تخرج حلقة بحث أين يكن أنت قادر تخصص أي شيء بس نحن رح نشوف الارتباطات التشعوبية المبنية عليها هذا المشروع فلو نقرنا على العنوان أول شيء ممكن تعطيني يعني لمحة عن إحصاءات معينة لمحة هذا المحتوى أساس الوضع إيحائي وتجريبي عشان تصل أفكار للكم أما التخصيص أنتوا يلي بتقرروها مثلا عن الفكرة كانت عن لما نزل الزكاء الصناعي ونسبة الارتفاع اللي صار عليه فكان هي الفكرة يعني توحي إلى هذا الغرض بهذا الشكل لو نقرنا على كلمة هوم مرة تانية برجعني إلى الشريحة الرئيسية طبعا هذه عبارة عن عنوان أقسام رئيسية لمحتويات معينة ممكن تكون إنفوغراف ومكن تكون نص ومكن تكون فيديوهات جداول أي شيء أنت بترغب له ومثل ما أنا شايفين محتوى موجود برجع للهوم وبنرجع بناخد محتوى آخر بنرجع للهوم وبنستعرض محتوى آخر أقول مرة تانية أن هذا الإعداد هو إعداد أو محتوى افتراضي أنت بتخصص المحتوى بهذه الشاشة أو هذه النافذة بالمحتوى اللي أنت شغالة عليه المحتوى اللي أنت راح تقدمه أساسا هذه باللسبة للمحاول الرئيسية ممكن ننتقل إذا عندك مثلا ملفات صوتية أنت راح تشرح عنها لفكرة معينة أو صوت معين سواء كان ميوزيك أو كان درس أنت ألقيته أو صوت جايبه من مصدر آخر سواء حسب أقول مرة تانية المحتوى أنت راح تشتغل عليه دروس إنجليزية مسلا دروس علوم آآ قرآن كريم وتجويد وأي شيء من هذا القبيل أنا أرفقت بقسم الميوزيك على سبيل المسال أنا مسميها ميوزيك لكن هو العنصر الصوتي المستخدم فقدمتك شرح بسيط بصوتي على أحد الأفكار ولما ننقر ودخلنا إلى الشريحة تمام راح نسمع الصوت كيف يشتغل معنا ولو انتقلنا إلى شريحة تانية هذه الجيمينج تصمم المحتوى بنكهة الجيمينج ليس بالضرورة أن نتكلم على الجيمينج على الألعاب بالعموم يعني تمام فالناس تحب الألوان وتحب الأشكال وتحب الألعاب حتى الكبار يحب الألعاب تمام قسم الإدوكيشن طبعا هذه العنوين كلها عنوين استندرات يعني لكن ما في شيء اسمه تخصيص انت قادر تغير أي عنوان حسب المحتوى لانت راح تشتغل عليه ممكن تستفادوا من كل هذه التصميمات كلها مفتوحة المصدر موجودة أي قابلة للتعديل كلمة مفتوحة المصدر اليوم عفوا هي قابلة للتعديل ممكن انت تشوف أي شيء حتى في الأنشطة ممكن نحط أي فيديو مثل ما أنا شايفين عن الأنشطة وأي محتوى ممكن أنك تضيفه يعني SVG صور من موقع ستوري ست صور مجانية كل هذه المواضيع تدعمك أيضا في عندي تبويبات إضافية أو عناصر تنقلات إضافية ممكن نضيف بعض الأشياء بعض النصائح بعض الإرشادات يعني لمتابعين بأقسام معينة أفترض يعني الأقسام اللي على اليمين أنت إذا كنت راح تقدم بعض الفيديوهات التعليمية أو راح تعرض محاضرات كانت مسجلة مسبقا ردود أفعال طلاب تجارب علمية معينة ممكن نضيفها بهذا الجانب يعني على سبيل المثال في عندي هون درس كيمياء والياكل ممكن نضيف أنت الوصف أو ملخص الدرس وفيديو عن الدرس في عندي شكل تاني من التجارب على سبيل المثال وربما يكون فيديو تحفيزي يعني حسب برجع بقول المستوى اللي أنت راح تشتغل عليه وتقدم فيه المحتوى يلي عندي ممكن يكون أنت كاتب على دفتر أو ورقة شيء معين تستعرض الحلوة ترجو بأمام الطلبة بالعموم وربما يكون تجارب أمام طلاب وتحب تفرجيهم ترجو معين ممكن نربط كل هذه الأشياء هذه تعبر عن محاضرات عن اجتماعات عن أي شيء من هذا القبيل بكل ما حبيت ترجع إلى تبويب معين فالبرنامج أو التطبيق اللي قمنا بتصميمه الآن وهو هدية بالكامل مقدم لحضراتكم تمام يعني مثل ما نك شايف أو مثل ما نكون شايفين يدعم بشكل جدا رهيب وجميل إمكانيات الباوربوينت اللي تم توظيفة اللي تكون مداعبة نوعا ما إلى مخيلتنا فأنا أرجع أقول مرة تانية لما قدمت هذا المشروع الفكرة هو عرض إمكانيات المخيلة اللي بتخطر على بالنا وتناغمها الجميل مع برنامج باوربوينت بإستطاعتنا ممكن نطلع مخرجات لم يتم التعاهد بإظهارها من قبل فكليةنا كنا من ألف كلمة العروض التقديمية التقليدية والبيزيك والعادية جدا جدا فأنا حبيت أقدم سلسلة مشاريع مجانية كل فترة أسبوع أو عشرة أيام من الآن فصاعدا وأرشح لكم أهم المشاريع اللي أنتم تشتغلوا عليها وهي تكون ملامسة لوقتنا الراحل فهذا المشروع بالكامل هدية مني لكم لحتى أشد انتهابهكم وأشد فكركم إلى ضرورة ترقية مهاراتكم في التعامل مع برنامج باوربوينت وقلت أن في عندي دبلوم متكامل وعلي خصم الآن لعرض أو بيعلمنا كيفية التعامل مع أدوات البرنامج حتى نكون قادرين على صناعة أي محتوى بيخطر على بالها فالجرافيك ديزاين هي الأفكار يلي منطلعها على تصميم الجرافيك هي الأفكار والديزاين هو التصميم المرئي أو المحسوس والملموس أنا أحمد صالح محبكم في الله أتمنى أن يكون اليوم قدمت هديم تليق بمقام متابعية عالمكم يلي اليوم وصلوا إلى تسعين ألف مشترك ومحتاج مع حضراتكم وتفاعلكم وجهدكم جميلة وتعليقاتكم نوصل إلى 100 ألف مشترك بأقرب وقت إن شاء الله أنا محتاج تكتبوا لي في التعليقات انطباعكم عن هذا العمل واحتياجاتكم لمشاريع مجانية ممكن أصممها وأجهزها وتكون عامة أو تخدم أكتر من فئة وأكتر من توجه فشاركوا معي بالتعليقات دمتم برعاية اللهم ترجمة نانسي قنقر